في جديد قضية سقوط الطائرة الإندونيسية أعلن خبير في شؤون الطيران المدني جون نانسي إنه لا يستبعد أن يكون تحطم الطائرة متعمدا ويرى الكابتن نانسي أن تحطم طائرة بوينغ 737 حادث غير معتاد ولذلك فإنه من الوارد أن يكون تفجير انتحاري قد تسبب بهذه المأساة ولفت إلى أن هذه الطائرة لا تسقط فجأة من السماء حتى وإن كانت قديمة وبالتالي فإن الفرضيات محدودة جدا فإما أن يكون الأمر قنبلة أو أن خللا كبيرا قد حصل على نحو المباغت من ناحيةه يرجح خبير الطيران الأسترالي والكابتن بيرون بيلي أن يكون ضعف تدريب الطيار سببا في الكارثة وأضاف أن المشكلة لا تكمن في الطائرة وقال أنا متأكد من هذا أما الخبير في مجلس خبراء الطيران الدولي فيكتور جالينكو فقد رجح أن يكون أحد الأسباب المحتملة للكارثة خللا في عمل جهاز تحديد السرعة بسبب انسداده وكان قد أبلغ قائد الطائرة بهافي سونيجا وهو من جنسية هندية عن مشكلات تقنية قبل الكارثة وطلب أن يعود إلى المطار وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل لبريطانيا فيما أوضح رئيس شركة ليون آير إدوارد سيراني أن الطائرة المنكوبة مازال جديدة إذ دخلت الخدمة قبل أشهر فقط كما أنها خضعت للصيانة قبل الرحلة الأخيرة في غضون ذلك طلبت السلطات الإندونسية تفتيش جميع الطائرات من طراز بوينغ 737 MAX 8 لضمان سلامتها وفي صور مؤثرة ومرعبة في آن نشرت قناة روسيا اليوم مقطع فيديو يرصد اللحظات الأخيرة قبل تحطمها في البحر ويسمع في الفيديو تكبيرات يرديدها ركاب الطائرة بينما تعتريهم حالة من الضعر والخوف ترجمة نانسي قنقر